بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة الأخيار أيها الإخوة الأبرار أيها الأخوات الطيبات المباركات في هذه الحلقة والتغطية الخاصة لقيم العيد كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال شرح الله صدوركم ويسر الله ما تعسر من أموركم ورفعكم الله أعلى الدرجات ومحى عنا وعنكم السيئات وجمعنا وإياكم بسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين اللهم آمين قيم العيد المسلم حريص أن يحافظ على قيمه الإسلامية في حياته عامة في حياته عامة لكن هناك مناسبات وهناك عبادات وهناك أزمنة أو أمكنة أو أحوال معينة لها قيمها الخاصة لها قيمها الخاصة فكما أن الله عز وجل قدر لأيام العشر الأول منذ الحجة بداية باليوم الأول وصولا إلى اليوم العاشر وهو يوم عيد النحر وهو يوم عيد النحر أو عيد الأضحى فكما أن الله عز وجل قدر لهذه الأيام الأول شرف الزمان يجتمع فيها شرف الزمان مع شرف المكان مع شرف الحال فهذه الأيام هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر ويوم عرفة هو يوم التاسع ويوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر وهو أول أيام يعني هو يوم النحر وتتبعه ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق هذا اليوم يوم العيد أو أيام العيد سواء كان اليوم الأول الذي نسميه يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة لها قيمها الإسلامية فعلينا أن نسعى أن نحافظ على هذه القيم في هذه المناسبة التي تدعو إلى الفرح وتدعو إلى السعادة وتدعو إلى المرح وتدعو إلى الانشراح وتدعو إلى الارتياح لأن الله عز وجل شرعها لنا ومن تعظيمنا لشعائر الله عز وجل هو أننا نفعل مراد الله في هذه المناسبات وفي هذه الساعات المباركات فقيم العيد كثيرة إلا أنني سأتوقف عند خمس منها خمس منها القيمة الأولى من قيم العيد هي قيمة السلام هي قيمة السلام الله عز وجل الملك القدوس السلام الذي أكرمنا وشرفنا بهذا الدين العظيم دين الإسلام دين الإسلام وأرسل إلينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان من قيم هذا الدين العظيم هو قيمة السلام سواء كان إفشاء السلام أو السلم والسلام بصورة عامة أو السلم والسلام بصورة عامة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة فحين نتكلم عن هذه القيمة العالية في حياة المسلم عامة وفي أيام العيد خاصة كيف ننشر هذه القيمة العظيمة قيمة السلام فنعيش نحن بسلام ونسعى أن يعيش الآخرون بسلام ممن يجتمعون معنا بالدين بالمذهب بالعقيدة بالفكر بالوطن بالإنسانية لا شك أن هناك مشتركات كثيرة تجمعنا بالآخرين يجمعنا الرحم والقرابة يجمعنا الجوار يجمعنا الوطن تجمعنا الإنسانية يجمعنا الدين الواحد العقيدة الواحدة المذهب الواحد الفكر الواحد أن ننشر لغة السلام لغة المحبة لغة الوئام بيننا وبين الآخرين الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إحياء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في إفشاء السلام أنك تنشر السلام بين الأنام وحين تمر بالناس تسلم عليهم يسلم الصغير على الكبير يسلم القليل على الكثير يسلم الواقف على الجالس يسلم الراكب على الماشي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه التفاصيل ومن أسرار السلام الذي نسعى أن ننشر قيمته العظيمة في العيد وفي غير أيام العيد هو أنه مفتاح من مفاتيح دخول الجنة هو أنه مفتاح من مفاتيح دخول الجنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا إذن دخول الجنة ممنوع على غير المؤمنين لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الله أكبر كلمات عظيمة عظيمة القدر جليلة المكانة عالية المنزلة عند الله عز وجل الذي شرعها لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم السلام عليكم أنت تلقي السلام على من تلقاه ممن تعرف أو لا تعرف السلام عليكم أنت تسأل له السلام وتعرض عليه السلم والسلام ورحمة الله تسأل الله له الرحمة وبركاته تسأل الله له البركة أي دعاء أشمل وأحلى وأجمل من هذا الدعاء أي ترحيب أفضل من هذا الترحيب أي استقبال بحفاوة وتكريم أفضل من هذه الحفاوة وأفضل من هذا التكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتعالوا نحي سنة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام وننشر السلام بين الأنام مع أهل المسجد حين نصل للعيد مع أهل الشارع حين نخرج من العيد مع أهل السوق حين نمر بالسوق مع أهل بيتنا صغارا وكبارا ورجالا ونساء مع أرحامنا وأقاربنا حتى نعطي رسالة للمسلمين وغير المسلمين أن الإسلام مهما أرادوا تشويه صورته هو دين السلم ودين السلام ودين الحب ودين الوئام ودين الإنسانية ودين الرحمة ودين العطف ودين الحنان ودين الإحسان مهما اجتمع عبدة الأصنام والأوثان من كفار أو مشركين أو منافقين أو حتى من بني جلدتنا ممن شوه صورة هذا الإسلام الحقيقي أنه ليس دين السلم وليس دين السلام نقول له الإسلام هو دين السلام الإسلام هو دين السلام فمن أعظم قيم العيد التي نسعى أن نحافظ عليها هي هذه القيمة العظيمة قيمة السلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه فجاء رجل جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال عليه الصلاة والسلام عشر ثم جاء رجل ثالث ثم جاء رجل ثاني ودخل وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن سر العشر والعشرون والثلاثون قال الأولى عشر حسنات الثانية عشرون حسنة الثالثة ثلاثون حسنة أي أنك إذا تسلم على الناس وتقول السلام عليكم تأتيك عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله تأتيك عشرون حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأتيك ثلاثون حسنة هذا فضل عظيم وهذا أجر كبير ينبغي أن لا يغادر ذهنك وأن تسعى أن تحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبرنا في حديثه ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من وخيرهما الذي يبدأ بالسلام انتصر على نفسك انتصر على هواك انتصر على دنياك انتصر على شيطانك في يوم العيد فإذا بدأك غيرك بالسلام فحاول أن تبادر أنت وتبدأه بالسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذه بشارات عظيمة وأجور عظيمة في حق من ينشر السلام والمحبة والوئام بين الأنام بين الأنام أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر اليابس يعني غصن شجر يابس في يوم ريح تحركه هكذا بيديك أو بيدك تتساقط الأوراق منه كذلك حين تأخذ بكف أخيك المسلم وتصافحه ماذا يحصل؟ تتساقط ذنوبكما تتساقط ذنوبكما كل هذا الأجر يترتب لماذا؟ لأن الإسلام دين السلام لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة نبي الإنسانية نبي السلام يدعونا أن ننشر السلام في العيد وفي غير العيد فانشروا السلام بين الأنام لعل الله الملك القدوس السلام أن يأذن لنا بالسلم والسلامة والإسلام في الدنيا وبالسلامة والنجاة من عذاب الآخرة حياكم حياكم الله قيم العيد قلنا كثيرة لكننا سنسلط الأضواء على خمس منها فتكلمنا عن قيمة السلام نتكلم عن قيمة ثانية ينبغي أن نحرص عليها هي قيمة التواصل قيمة التواصل عامة وصلة الرحم خاصة حين نتكلم عن صلة الرحم لا بد أن نتذكر أن الإسلام حثنا على صلة الرحم لكن المدنية خصوصا المدنية يعني بعض الناس قديما كان يتكلم عن جفوة الأعراب أو أن الإنسان حين يسكن البادية يعني يكون عنده شيء من الخشون في طبعه وشيء من الغلظة في تواصله وغير ذلك لكن اليوم لم ينجو لم ينجو يعني من الغلظة والخشونة في التعامل والتواصل ومن هجري وإهمال الرحم وصلة الرحم إلا من رحم الله في المدينة وفي القرية وفي البادية يعني الرحم مهمولة مع أن الإسلام جاء ليأمرنا بالتواصل بصورة عامة وبصلة الرحم بشكل خاص فمدح عباده الله عز وجل مدح عباده المؤمنين فقال الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومن أعظم الأمور التي أمر الله عباده المؤمنين بصلتها هو صلة الرحم وأيضا ذم الله عز وجل الذين يفسدون في الأرض الذين يفسدون في الأرض فأصبح من أعظم درجات الإفساد في الأرض هو قطيعة الرحم ومن أشد العقوبات التي يتعرض لها قاطع الرحم هو أنه يتعرض لغضب الله وللعنة الله يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله نعوذ بالله من غضب الله ومن لعنة الله ومن عقاب الله اللهم إنا نعوذ بجاهك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وبإسمك الأعظم من أن نتعرض لسخطك أو غضبك أو عذابك أو مقتك أولئك الذين الله عز وجل قال فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فحكم الله عز وجل عليهم باللعنة لأنهم أفسدوا في الأرض ولأنهم قطعوا أرحامهم فإذن صلة الرحم من أعظم العبادات ومن أعظم القيم التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في العيد وفي غير العيد طبعاً هو من الإجحاف ومن الظلم أن نهجر بر الوالدين فلا نبر آباءنا إلا في يوم في السنة يسمى يوم الأب اليوم العالمي مثل الأب أو لا نبر أمنا إلا في يوم في السنة يسمى عيد الأم أو لا نصل أرحامنا إلا في يوم في السنة يسمى عيد الفطر أو عيد الأضحى لكن هذا يعني جهد المقل وهذا أضعف الإيمان حتى لا ندخل في القطيع المحرمة ربما نتواصل معهم من خلال الأنترنت من خلال الاتصال بالجوال من خلال الرسائل المكتوبة من خلال الزيارات المتبادلة بين الحين والآخر لكن نجعل من يوم العيد ومن قيم العيد عبارة عن ساعات مباركة نحيي فيها ما مات من هذه القيم في حياتنا نحيي فيها ما مات من هذه السنن في حياتنا فقيمة صلة الرحم من أعظم القيم التي ينبغي أن نسعى إلى إحيائها وإلى تفعيلها في حياتنا عامة وفي يوم العيد خاصة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم الله أكبر حديث خطير جدا لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم ويقول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى حين خلق الخلق قامت الرحم مشتكية إلى الله عز وجل وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة يعني الرحم كانت تخشى أن تقطع فقامت مشتكية إلى الله لائذة بالله محتمية بالله قالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك هذا وعد من الله عز وجل للرحم أنه من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ولا تدري أي خير يتنزل عليك ولا تدري أي خير يملأ بيتك ولا تدري أي خير ينزل على زوجتك وأولادك ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا ببركة صلة الرحم ولا تدري أي يوم مشؤوم وأي ليلة سوداء تمر بك حين تقطع رحمك لأنه من وصله الله وصله الخير كله ومن قطعه الله فاته الخير كله فاته الخير كله قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال ذاك لك ذاك لك هذا وعد من الله عز وجل هذا وعد من الله عز وجل أيضا أحبة الأكارم بعض الناس يعني يهيئ أعذاره الواهية يهيئها ليوم العيد يقال له يا أبو فلان لماذا لا تزور فلان لماذا لا تسلم على عمك لماذا لا تسلم على بني خالك لماذا لا تزور عمتك لماذا لا تزور خالتك بني فلان بينك وبينهم رحم بينك وبينهم قرابة لماذا لا تزورهم لماذا لا تصلهم في العيد يقول أنا أتواصل معهم لكنهم لا يتواصلون أنا أسلم عليهم لكنهم لا يردون أنا أدعوهم للوليمة والعزيمة والمناسبات لكنهم لا يدعونني هذه أعذار واهية أنت إذا أردت شيء أن تفعله من أجل الله عز وجل لا بد أن تضحي ببعض الشيء مرة واحدة يا أخي دوس على نفسك شوية مرة واحدة يا أخي تواضع لله ليرفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ يعني أنت إذا وصلت رحمك في الليل والنهار أنت ما مسول لي عليك أنت ما مسول لي عليك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها الله أكبر النبي عليه الصلاة والسلام يبيلك طبيعة الصلة كيف تكون واصل للرحم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها عمك ما يزورك هو قاطع للرحم لكن أنت إذا لم تزوره أنت أيضا قاطع للرحم لا تختلف عنه شيئا لكن زره أنت خالك لا يسلم عليك سلم عليه أنت يعني بعض الإخوة إخوة لأب أو إخوة لأم وأب عشر سنين لا يكلم بعضهم بعضا هل هذا بسبب الدين هل هذا التهاجر والقطيع بسبب الدين بسبب الاختلاف الفكري أو العقائدي أو السلوك لا الخلاف على ماذا؟ على شيء فتاة من فتاة الدنيا على دنانير قليلة أو دراهم قليلة أو قطعة أرض أو على زواج بنت أو على عملة سيارة أو على كذا أو على كذا كلها أمور دنيوية لا ترضي رب البري سبحانه وتعالى ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها وأعظم من هذا وأوضح من هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني أحصن إليهم ويسيئون إليه عندك إيش أقارب؟ كثير من ناعدهم هكذا أقارب عندهم هكذا أقارب يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني أحصن إليهم ويسيئون إليه فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت كما تقول لم يزل لك من الله عليهم ظهير يعني تبقى كفتك هي الراجحة عند الله وتبقى أنت المنتصر وأنت الظاهر عند الله لم يزل لك من الله عليهم ظهير وكأنما تسفهم المل يعني كأنما تحمل الرماد الحار فتضعه على وجوههم أو تلقمهم إياه تضعه في أفواههم لماذا لأنهم يعني قد وقعوا في معصية الله وفي غضب الله لكن أنت أنت ناج من عذاب الله وغضب الله بسبب القطيعة لأنك لم تقطعهم لأنك وصلتهم وأنت تنال عظيم الأجر من الله عز وجل لأنك تصلهم قال لئن كنت كما تقول لم يزل لك من الله عليهم ظهير وكأنما تسفهم المل وكأنما تسفهم المل أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى النبي إخواني الكرام عليه الصلاة والسلام حين دعا قومه كان فيهم مشركين كفار معاندين لا يؤمنون برسالته ولا يصدقون بدعوته لكن حين دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام ماذا قال؟ قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها فمن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا القرآن الكريم من قيم العيد العظيمة هي قيمة صلة الرحم فعلينا أن نسعى أن نصل أرحامنا يا من هجرتم الأقارب يا من هجرتم الأحباب يا من قطعتم الرحم في الأشهر الماضية في الأيام الخالية في السنين أو الأعوام الماضية عودوا إلى أرحامكم سلموا عليهم جالسوهم آزروهم ناصروهم وذروا الخلافة والخصام وانشروا لغة الحب والوئام وصلة الأرحام بينكم وبين أقاربكم وذا يجتمع مع صلة الرحم شوي أكل لحم صرفة مناسبة وليمة عزيمة ونجمع أقاربنا وأرحامنا ونسلم عليهم ونغسل الزعل اللي بيننا وبينهم لعل الله عز وجل أن يصلنا بصلته وهناك فرق كبير لا يعلمه إلا المولى القدير سبحانه وتعالى بين أن تصل أنت أرحامك وبين أن يصلك الله فأنت تصل أرحامك بالسلام والوئام والكلام الطيب وغير ذلك فيصلك الله وصلة الله لك لا تحد ولا تعد ولا تدرك معناها ولا تجلياتها لأن صلة الله عظيمة يصلك برا يصلك مغفرة يصلك رحمة يصلك عطفا يصلك لطفا يصلك حنانا يصلك إحسانا يجيب دعاءك يحقق رجاءك يشفي مريضك يرد غائبك يسر عسيرك يفك أسيرك لا تدري أي البركات تتنزل عليك وأي الخيرات تنهال عليك ببركة صلة الله لك لأنك وصلت رحمك لأنك وصلت رحمك هذه القيمة الثانية من قيم العيد وهي صلة الرحم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل صلة الأرحام قيم العيد كثيرة كما أسلفنا والآن مع القيمة الثالثة من قيم العيد وهي سلامة الصدر من الأحقاد سلامة الصدر من الأحقاد الله عز وجل حين مدح عباده المؤمنين من ورثة جنة النعيم فذكر من نعيمهم في الجنة قال وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينْ لن تنال هذا النعيم العظيم المقيم في الجنة إلا حين تكون سالم الصدر من الأحقاد إلا حين تكون سالم الصدر من الأحقاد الله عز وجل قال وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يعني مدح نبيه إبراهيم عليه السلام أنه جاء ربه بقلب سليم وأنه جاء ربه بقلب منيب فالإنابة في القلب والاستجابة في القلب والسلامة في القلب والسلامة في الصدر ونقاء السريرة والقلب المخبوم النظيف من الأحقاد من الحسد من الغل من الكراهية هذا قلب قريب من الرحمن هذا قلب حبيب إلى الرحمن هذا قلب يعيش السعادة والريادة والزيادة في دنيا ويعيش النعيم المقيم في الآخرة فهذه قيمة عظيمة من قيم العيد أنت على المحك أنت تحت يعني مصباح الاختبار وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرساً تحتك أم حبار ستدرك حقيقة نفسك حين تجعلها على المحك وفي الامتحان امتحن نفسك في يوم العيد هل تستطيع أن تتجاوز الغل الكراهية الحقد الحسد الأنانية الأنى الأنى التي تملأ صدرك هل تستطيع أن تتجاوزها في يوم العيد تتواضع لله تنكسر لله تتواضع لخلق الله وتذهب وتسلم وتنشر السلام والوئام والمحبة بينك وبين جميع الأنام لا تبقى يعني تقلب الصفحات القديمة العتيقة فلان باليوم الفلان فعل كذا فلان فعلت كذا فلان قال كذا فلان قالت كذا هل تستطيع أن تعلن من يوم العيد أن تجعل من يوم العيد هو يوم العفو العام العفو الشامل عن جميع الناس تقول يا ربي طمعا برحمتك يا ربي طمعا بجنتك يا ربي طمعا بكرمك أنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني عفوت وسامحت وتجاوزت عن كل مسلم ومسلمة منذ أن ولدتني أمي وإلى هذه الساعة هذا كرم سيقابله الله بالكرم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله أكرم منك الله أرحم منك الله أرأف منك الله أوسع عفوا ورحمة منك فحين تعامل خلقه بهذا يعاملك بهذا يعاملك بأفضل منه سبحانه وتعالى فحاول أن تختبر صدرك في يوم العيد وتبحث عن هذه القيمة العظيمة قيمة سلامة الصدر من الأحقاد هل في صدرك حقد على أحد هل في صدرك غل على أحد هل في صدرك بغض وكراهية لأحد لماذا تكرهني ولماذا أكرهك لماذا تكره فلان أو فلانة لماذا تكره الفلانيين بعض الناس سبحان الله ينظر إلى الحياة برؤية تشاؤمية برؤية عدوانية برؤية ندية والله يا أخي أنا أكره فلان وأكره فلان وأكره فلان وأكره فلان أكره القبيلة الفلانية كلهم أكره العشيرة الفلانية أكره المحافظة الفلانية أكره القضاء الفلانية يا أخي رب العالمين من سخرك أن توزع كراهية بالجملة وبالمفرد توزع كراهية بالمجان وأنت من وأنا من ونحن من بميزان الله عز وجل الدنيا صغيرة الدنيا قصيرة الدنيا حقيرة لا تستحق أن نملأ صدورنا فيها بالحقد والحسد والأنانية والكراهية للآخرين قيمة عظيمة من قيم العيد حاول أن تفحص صدرك هل هو سالم من الأحقاد لذلك الله عز وجل كما قلنا مدح عباده في الجنة قال وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرٍ مُتَقَابِلِينَ النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس مع الصحابة فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة صحابة الله أكبر رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض سيدخل المسجد سيجلس معنا في هذه الحلقة لابد أن نراه لابد أن نتفحصه أن نتحسسه أن نتلمسه أي عمل هذا الذي نال به الجنة أي عمل هذا الذي نجى به من النار يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخل رجل من ناحية من نواحي المسجد يعني هكذا وضع حذاءه هكذا تحت إبطه ولحيته تقطر من ماء الوضوء الآن توضع الآن توضع ويحمل حذاءه أجل لكم أنه وضع حذاءه بناحية ثم جاء وجلس في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة الصحابة ينتظرون من هو هذا الرجل فانتظروا دخل الرجل وإذا به نفس الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس بالجنة في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخل نفس الرجل أحد الصحابة قال لا بد أن أعرف ما هو عمل هذا الرجل الذي نال به الجنة فذهب عنده ضيفا ثلاثة ليالي ثلاثة أيام بلياليها يجلس معه يأكل معه ينام في بيته ليرى صلاته صيامه قيامه قراءته للقرآن صدقاته نفقاته هباته أعطياته ماذا يفعل حتى يبشر بالجنة ثلاث مرات من قبل سيد الخلقي وحبيب الحقي محمد صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الثلاثة أيام وأراد أن يغادر قال له هذا الرجل قال للضيف هل لك حاجة؟ قال لا والله ليست لي حاجة لكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يبشرك بالجنة فأردت أن أعرف ما هو عملك يقول هذا الصحابي أنا ضفت يمث ثلاثة أيام بلياليها ما رأيت عنده كثرة صيام ولا قيام ولا صدق يعني ما شفت عنده أعمال أكثر من يمنى يصلي الفريضة يصوم الفريضة يؤدي بعض النوافل القليلة يعني ما رأيت عنده عمل كبير قال والله ليس إلا ما ترى قال يعني شنو عملك؟ قال ليس إلا ما ترى فقط هاي الأعمال اللي شفت أنا ما خفيت عنك شيء فلما أراد أن ينصر في الضيف دعاه هذا الرجل المبشر بالجنة قال والله ليس إلا ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي شيء على مسلم الله أكبر قال هذه يعني هذه التي نلت بها الجنة ليس كثير صلاة ولا صيام ولا كثير قراءة قرآن ولا كثير ذكر ولا كثير صدقات هذه كلها مطلوبة لكن عندك عمل ليس موجود عند كثير من الناس أنه لا يبيت خلي رأسه على الوسادة يبدي الذكر أنا عندي مشكلة ويا فلان عندي مشكلة ويا فلان ربما ويا المخرج أو ويا المصور أو ويا فلان من الناس مثلا هل أستطيع أن أتجاوز هذه المشكلة؟ أقول يا رب إني أشهدك في هذه الليلة المباركة أنني عفوت عن أخي فلان وأخي فلان وأخي فلان اللي بينك وبينهم مشاكل وبعدين أقول أشهدك يا رب أني عفوت عن كل مسلم ومسلمة ما عندي مشكلة ويا أحد أنا ما أكره أحد أنا ما أحمل الكراهة لأحد فأشهدك يا رب أني عفوت عنهم هل تستطيع أن تنقي قلبك من الأحقاد ويكون صدرك سليما متى؟ في يوم العيد تحافظ على هذه القيمة المباركة ثم تحاول تستنسخ هذه التجربة بالأيام التي تأتي بعد العيد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صفات أهل الجنة من هم أهل الجنة؟ من هم أولى الناس بالجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل هين لين سهل هذا الإنسان الهين اللين كلامه طيب تعامله طيب سهل في تعامله مع الناس كما يقال في الآية القرآنية الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك وكما يقال في التنمية يعني الأكثر مرونة هو الأكثر تحكما يعني كل ما كان عندك مرونة في التعامل مع الناس أنت تتحكم في عواطفهم في مشاعرهم في أحاسيسهم وتدخل إلى قلوبهم بدون استئذان فيحبونك فيحبونك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في صفات أهل الجنة قال كل مخموم القلب صحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا مخموم القلب يعني كيف مخموم القلب قال لا غل فيه ولا حقد ولا حسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام المهم هو السليم الصدر وقلبه ليس فيه غل ليس فيه كراهية ليس فيه حقد ليس فيه حسد لأحد ليس فيه حسد لأحد هذا من؟ هذه الصفات أهل الجنة فهل تريد أن تكون من أهل الجنة؟ حاول أن تنقي قلبك من الأحقاد من الحسد من الغل من الكراهين الشاعر يقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب فحاول أن تتخلص من هذه الأمور وأن تتعامل مع الناس بسلامة صدر بسلامة صدر أنت تلتقي بالصغير والكبير والغني والفقير والقليل والكثير والرجل والمرأة ومن تعرف ومن لا تعرف فعامل الناس بإحسان وبسلام الصدر ولا تكلهم هذه المشاعر في الغالب هذه المشاعر السلبية لو أنك تحريت عنها لم تجد لها مبررا يقول لك يا أخي أني سبحان الله فنان أكره يقول لك يا أخي هل آذاك بلسانه يقول لا هل آذاك بيده لا هل أخذ منك مالا لا هل دخل في بيتك ضيفا قال لا هل أكل لك طعاما لا هل شرب لك شرابا لا لماذا تكره يا أخي هل أنت توزع الكراهة والحقد بالمجان على الناس غاضب وساخط على نفسك وعلى غيرك تكره نفسك وتكره الآخرين لماذا يا أخي الناس يحبونك الناس يجلونك الناس يحترمونك فلماذا لا تبادلهم هذه المشاعر إذن هذه قيمة عظيمة من قيم العيد قيمة عظيمة من قيم العيد هي قيمة سلامة الصدر من الأحقاد تعالوا إلى قيمة رابعة من قيم العيد حياكم الله قيم العيد كما قلنا كثيرا والقيمة الرابعة الآن هي قيمة الإحسان تعلم أن تكون محسنا في العيد وفي غير العيد لكن العيد هو محطة من المحطات التي ينبغي أن نتوقف عند قضية الإحسان فيها كثيرا عند قضية الإحسان فيها كثيرا الإحسان هو اسم جامع لكل معاني الخير والفضيلة فأن تحسن في أفعالك وأن تحسن في أقوالك وأن تحسن في تصرفاتك وأحوالك وفي كل شيء فهو يأتي في معنى من المعاني يأتي بمعنى الإتقان أنك تتقن كل شيء يأتي بمعنى آخر بمعنى آخر من المعاني العقائدية هو كما قال عنه جبريل عليه السلام في حديث جبريل المعروف أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف سيدنا عمر رضي الله عنه الحديث فقال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه هذا الحديث معروف حديث جبريل شرحه الكثير من العلماء في كتب مستقلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة حديث طويل وكان في كل سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم يجيب جبريل عليه وسلم ماذا يقول يقول صدقت فقال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه يسأله ويصدقه وحين انصرف جبريل عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أترون من هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن ضمن الأسئلة قال ما الإحسان جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لكن الإحسان كقيمة من قيم العيد الذي نتكلم عنه هو أنك تحسن إلى الآخرين كما يقول الشعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه أنت إحسانك ربما تحسن إلى إنسان مرة واحدة في عمرك تملك قلبه يقول والله فلان قبل ثلاثين سنة تصدق علي برغيف خبز فلان قبل أربعين سنة صعدت معه في الباص دفع الأجرى مالتي فلان قبل عاشر سنوات مثلا اشترى لي مثلا ثوب جديد أو كساني عباءة جديدة مثلا فلان قبل مثلا خمس سنوات كان هناك خلاف وخصوم بيني وبين جاري فدخل وأصلح بيننا وهكذا الناس يذكرون هذا الإحسان والله عز وجل يقول هل جزاء الإحساني إلا الإحسان فحاول أن تكثر من الإحسان في أيام العيد وأن تسعى أن تستنسخ تجربة الإحسان في العيد وفيما بعد العيد بإحسانك إلى أهل بيتك فهم أولى الناس بإحسانك سواء كان الإحسان الحسي أو الإحسان المعنوي سواء كان إفشاء السلام أو إطعام الطعام أو صلة الأرحام أو الكلام الطيب أو طلاقة الوجه أو غيرها زوجتك أولادك بناتك أمك أبوك أرحامك أقاربك هم أولى الناس بهذا الإحسان ثم عموم الناس هم أولى الناس بإحسانك المعنوي وبإحسانك الحسي بالجود بالكرم بالصدقات أيضا ينبغي أن توسع عليهم ثم أن توسع على الآخرين فحاول أن تكون محسنا في نياتك بينك وبين الله محسنا في أقوالك حين تتكلم مع الناس الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا توجيهات القرآن الكريم أن نختار أفضل الكلمات أعذب الكلمات أجمل الحروف نختارها ونتكلم بها مع الآخرين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فحاول أن تختار أحسن الأقوال وحسن القول وتكلم به الآخرين لذلك القرآن اختار حتى الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذا من أحسن الأقوال أن تدعو إلى الله عز وجل فإذن الذكر والشكر الأمر المعروف أنه عن المنكر الكلمة الطيبة أن تختار أحسن ما عندك من الأقوال لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا قال أعلموا كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لذهب عنه الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يدخله الله بها في رحمته ممكن أن تقول لا إله إلا الله من أعماق قلبك تستخرج هذه الكلمة من أعماق جنانك يهتز لها جنانك قلبك تهتز لها جوارحك تهتز لها أركانك يرددها لسانك لا إله إلا الله ممكن تدخل بها الجنة ممكن تنجو بها من النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وجبت له الجنة ويقول عليه الصلاة والسلام وإن العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا فإذن تعالوا نختار أحبة الأكارم أحسن الأقوال أحسن الأفعال أحسن الكلمات أحسن التصرفات ونجعلها قيمة عظيمة من قيم العيد وما بعد العيد وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرفا قيم العيد كما قلنا أحبابي الكرام أخوات الطيبات كثيرة ومع القيمة الأخيرة هل تستطيع أن تتبسم في العيد؟ وهل تستطيع أن تضحك في العيد؟ وهل تستطيع أن تنشر لغة الفرح والسعادة والتفاؤل والمرح في أيام العيد؟ رغم جراحك رغم الألم هناك أمل رغم المحن هناك محن رغم النقم هناك نعم من عند الله عز وجل فاجعل قيمة عظيمة من قيم العيد أنك تنشر الإبتسامة أولا تعبدا لله عز وجل الإبتسامة عبادة تبارك الله رب العالمين الذي جعل الإبتسامة من الدين جعلها عبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يا أخي ليش معبس وليش مظلم الدنيا بوجهك مهما كانت ظروفك تعلم أن تتبسم يقول أحد الصحابة ما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت يعني لا شهر ولا شهرين ولا عشرة ولا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة منذ أن أسلم إلى أن توفي محمد صلى الله عليه وسلم ما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي الله أكبر مرة واحدة يا أخي قول أنا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم حتى القرآن الكريم حين جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبس في سورة عبس لأنها كانت حالة مخالفة لعموم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عموم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم لكن حين جمع رؤوس المشركين يدعوهم إلى الإسلام فجاء عبد الله بن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور الدين أو كذا النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه ليس لأجل نفسه ولكن لأنه اختار وقتاً يعني حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بهؤلاء كبار القبائل والعشائر حتى إذا أسلموا تسلم من ورائهم عشائر وقبائل كاملة فجاء القرآن الكريم يوجه الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم أنه استعمل شيء على خلاف المعتاد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر الله أكبر فكان صلى الله عليه وسلم حين يأتي عبد الله بن مكتوم يبسط له عباءته يقول له اجلس مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي فتعلموا أيها الأخوة الكرام هذه القيمة العظيمة تعالوا نتعلمها نحن جميعا في العيد وفيما بعد العيد وهي نشر يعني لغة الابتسامة لأنها تنشر الفرح والمرح بين الناس ونتذكر أنها طاعة لله وأنها تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ولا تحقرنا من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته